اشتركوا في القناة مثل ما انا اعودكو انه رح تكون من اليوم الخميس لغاية يوم الجمعة 17 الشهر يعني من 9 الشهر لغاية 17 سبعة طبعا المعروف انه انا دائما بذكر في البداية انه اسمع برجك واسمع طالعك فيه اشخاص بقولك ايش طالعي طالعك اللي هو البرج اللي بكون في ساعة ميلادتك بالافق طبعا عشان تعرف طالعك اذا انت ما بتعرف طالعك فيه رابطين او ثلاثي موجودات فيه صندوق الوصف فيهم طريقة الشرح او الاشي كيف تستخدم الموقع وفيه موقع لا استخراج الطالع منه وبرضو فيه برضو للي ما بيعرف الساعة بالدقة او ما بيعرف الوقت برضو فيه منزل رابط انا بشرح لك صفات الطالع بتشوف مين اللي اقرب لا اليك بتسمع توقعات اليوم بتشوف التأثيرات هل بتنطبق عليك ولا لا ادمج بالتوقعات ما بين توقعاتك اللي انا بحكيها مثلا عن البرج واللي بحكيها عن الطالع لهو البرج الثاني ادمجهم مع بعض عشان تعرف انت ايش التأثيرات اللي عليك اذا انت سمعت توقعات اليومية مثلا وجدت انه برجك هو الغالب بالتوقعات والتوقعات بتنطبق خذ بس برجك لحالوه اذا شفت الطالع هو اللي بنطبق عليك خذ طالعك بس انا دائما بحكي انه خذ لاثنين مع بعض بيكون افضل طبعا الاسبوع هذا في شوية احداث رح نذكرها بتفاصيل وخصوصا لكل برج لما نوصل لعنده ايش التأثيرات اللي بتصير عليه بسبب زوايا رح تكون صعبة طبعا مش بالطريقة اللي خوفوا فيها وارعبوا فيها الناس وفي نفس اللحظة رح نحكي في البداية عشان ناخذها بالتسلسل انه ايش الايام اللي رح يتواجد القمر في البروج خلال هذا الاسبوع فمن اليوم الخميس ولغاية صباح يوم السبت القمر بكون موجود في الحوت وبعدين من صباح يوم السبت 11 سبعة لغاية مساء يوم الاثنين 13 سبعة بكون القمر موجود بالحمل من مساء يوم الاثنين ولغاية صباح يوم الخميس القمر بتواجد في الثور من صباح يوم الخميس ولغاية ما بعده طبعا للجمعة وما بعد الجمعة القمر بكون موجود بالجوزة طبعا احنا لانه يوم الخميس من نزل التوقعات للأسبوع فانا بعطي دائما مجال كمان ايام لقدام على اساس انه الواحد ياخد مدى اللي مثلا اللي بسمع توقعات يوم الجمعة يبقى معاه مسافي اللي بيبقى معاه يعني اللي اوافق ما بين اراء الجميع او طلبات الجميع على انه انزلها خميس ولا انزلها سبت طبعا خلال الأسبوع هاد عنا عطارد احنا بيتراجع يوم 12 الشهر اللي هو يوم الاحد عطارد بيوقف عملية التراجع ولكن نحوسته بتظلها موجودة رح تظلها مستمرة لغاية يوم 15 الشهر يعني ثلاث ايام ما بعد ايقاف التراجع تبعه فمنقدر نحين ويوم 15 الشهر بتنتهي الآثار السلبية لتراجع عطارد بتصير الاجواء ايجابية وفي نفس اللحظة من بعد هاي الفترة تصلح عمليات التجميل وتصلح امور الزواج وامور الارتباط عشان يكبر الفترة الماضي قلنا في الزهرة كان انه ما تعملوا ما تتجارؤوا لانه دائما ممكن يكون في مخاطر كبيرة لامور التجميل وخصوصا الزهرة وعطارد كانوا يتراجعوا مع بعض عطارد لحال واساسا بمنع هاي الامور مجرد يوم 15 الشهر خلاص بتصير الاجواء ايجابية بصير هاي الاشياء كلها بامكانك انت تعملها باي يوم اذا بدك انت يعني تأخذ الدقة في الموضوع بتتابع الامور اللي هي التوقعات اليومية لما نحكي انه القمر موجود في ابراج حليفة للك اللي هي الابراج مثلا انت برجك اللي نفترض مائي لما تكون القمر موجود في الابراج المائية او الابراج الترابية معناته بتناسب انك انت تعمل اي اشياء تجميلية او اي عمليات صغرى اذا كنت مثلا برج ناري معناته معروف انه الابراج الهوائية والابراج النارية هي اللي بتدعمك بقوة اكثر واذا كان من نفس عنصرك بكون افضل يعني اذا كان الاسد لما يتواجد القمر في القوس او يتواجد بالحمل معناته الامور ايجابية بالنسبة للك او عندك طيب عشان ما نطيل عليكو يوم 14 الشهر اللي هي هاي الزاوية اللي فيه ناس قاعدة بتروجلها وبتحكي عنها على انها هاي المدمرة وهاي المرعبة وهاي اللي راح تعمل الكوارث بالفترة الجاي اللي هي زوايا التقابل اللي راح تكون يوم 14 سبعة بين الشمس وبين المشتري ويوم 15 سبعة راح تكون بين الشمس وبين بلوتو ويوم 20 سبعة راح يكون تقابل الشمس مع زحل فهاي الايام بيقول لك هاي ايام الكوارث هاي ايام المصائب هاي ايام الحروب والدمار والعنف والمش عارف ايش اول اشي هاي الزاوية مش اول مرة بتتشكل خلال هاي السنة فيه زاوية اصعب منها تشكلت بين الكواكب هاي نفسها مع بعض في شهر اربعة فمثلا يوم 14 اربعة الشمس عملت تربيع مع بلوتو ويوم 15 اربعة عملت الشمس تربيع مع المشتري ويوم 21 اربعة عملت الشمس تربيع مع زحل طيب لا شفنا حرب ولا شفنا دمار ولا شفنا كوارث ولا دمرت الدنيا ولا دخلت الدنيا في بعض ولا هاي كلها هاي الامور وعلما انه زاوية التربيع اخطر من زاوية التقابل فعشان هيك منقول لكم انه هاي الفترة صحيح فيها نوع من انواع الضغوط ولكن الضغوط هاي بتيجي على اشي واحد بس اللي هو احنا بناخد اهم كوكبين موجودات منتحسات بكونن بالفترة هاي اللي بعطن طاقة سلبية لا المشتري بيعطينا طاقة سلبية ولا زحل بيعطينا طاقة سلبية لانه نسبة النحوص ضعيفة الشمس منتحس صحيح ولكن بلوتو منتحس معناته الزاوية الوحيدة اللي احنا راح نركز عليها هي زاوية الشمس مع بلوتو وبرضو لو ايجينا بدنا نركز على باقي الزاوية زي ما ذكرنا او التواريخ اللي احنا ذكرناها بنذكرها على نفس التأثيرات على نفس البيوت على نفس الاحداث اللي هي اول اشي بتعزز التسلط عند البعض وبيحاولوا فرض سيطرتهم على الاخرين هسا لما نيجي نشرح كل برج منحكي تسيطر على ايش وتفرض سيطرتك على ايش تدير بالك من ايش طبعا نذكر الشمس وين موجودة بالنسبة لبيتك ورح اذكر انا بلوتو وين موجود وايش التأثيرات اللي عليه فلو حكيتها عن الشمس المشتري او الشمس وزحل او الشمس وبلوتو هي نفس التأثيرات وبما انه هي يوم 14 ويوم 15 معناته اخر يومين من التأثيرات الكبيرة اللي هي اساسا بيكون عطارة بتراجع فيها دوليا ممكن يكون فيها نوع من انواع يعني ثور اعمال عنف قرع لا اهداء يعني امور الها علاقة بالتهديدات او التصعيد للامور المواجهة او العنف او الاشياء هاي ولكن ما بتدل على حرب يعني ما بتدل على حرب انها تستمر اسبوع او شهر فهمتوا علي لانه هاي تأثيراتها يعني اقصى حد لالها خمس ايام خمس ايام قبل الحلقة انتوا شايفين الوضع ماشي مشحون الامور سياسيا في بعض الدول ولكن ما بتعطينا اللي هي رابط انه هاي لها حرب الان هم اخذوها على جانب ايش اخذوها على جانب انه اه والله هيها في ليبيا معناته بدها تدخل مصر معناته الحرب طاحنة ما حرب ضروس بدها تصير في ليبيا طيب يا عمي انت بتحكي هيك بس الفلك بحكي اشي عكس اللي انت قاعد بتحكيه اذا انت فلكي بدك تجرد حالك من الاخبار تجرد حالك من الاوضاع السياسية عشان توقعاتك تكون منطقية وصادقة تخلط الدنيا في بعض اخبار وسياسة وتحليل اشخاص وتحليلك انت وتربطها للفلك هيك انت قاعد بتكذب وصلت المعلومة يعني في الايام هاي ممكن تحتد الامور في بعض الدول ممكن تظهر بعض القلاقل في بعض الدول او التهديدات لبعض الدول ولكن بترجع بتخفت بعد خمس ايام يعني بتستمر ما قبل بخمس ايام وبعد بخمس ايام يعني مدتها عشر ايام فقط لا غير فهاي ما اعتقد انه هي حرب طويلة وحرب ضروس راح تكون في خلال عشر ايام وفي نفس اللحظة ما فيه اساسا ايشي يظهر لا امور الها علاقة بهاي الامور ممكن يصير فيه تقلبات على المستوى المالي او المستوى الاقتصادي او ظهور بعض المشاكل الاقتصادية او السياسية لا الها علاقة لا بالفيروس ولا بكورونا ولا تجدد مش عارف ايش ولا هاي كل الامور وصلت خلينا انروح على توقعاتنا الاسبوعية لكل برج على حدة ونشوف ان شاء الله انه بحاول قدر الامكان اني انا اركز على اساس ان اوصل الكل معلومة بكل بساطة للكل يستفيد منها خلينا نروح على التوقعات برج الحمل طبعا اللي معروف انه اول اشي بنوخذ احنا الكواكب الرئيسية وان موجودة وشو تاثيراتها بما انه الشمس موجوده في البيت الرابع لا لك عطارد برضو موجود في البيت الرابع لا لك وبرضو الزاوية اللي راح تصير مع بلوتو او مع المشتري او مع زحل موجودة هي في البيت اللي بيت الجدي يوم بيتك العاشر فعشان هيك الأجواء راح تكون ما بين العمرين فمنحكي بالنسبة للبيت الرابع الامور اللي لها علاقة بالقلاق او المشاكل البيتية والعائلية او الامور العقارية او تعطيلات طبعا اللي بده يهتم بأمور العقيرات أو بده يشتري عقار أو بده يستأجر عقار بفضل أنا بعد انتهاء تراجع وطارد اللي هو بعد 15 الشهر بتكون الأمور مناسبة ولكن في أيام الزوايا الحادة اللي حكينا هي يوم 14-15 هدولا بتكون ديروا بالكو من محاولة فرض السلطة أو السيطرة على أحد أفراد العائلة أو على شؤون بيتية وبرضو بالنسبة للزهرة بتعطيك حضوض وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم بتعزز بعض الأمور اللي عندك على مستوى الاتصالات والحوارات وتنجح في عملية التسويق أو بأمور الاتصالات والمعارف والعلاقات وممكن أنه تهتم بشراء سيارة أو أمور إلها علاقة بالمواصلات أو الاتصالات أما بالنسبة للجدي طبعا حكينا أنه موجود الكواكب كلها بتتراجع بلوتو زحل مشتري بيتراجعوا فعشان هيك برضو بتحاول أنك تفرز سلطتك على أشخاص مقربين لإلك أو على علاقات عاملة إلك أو على أشخاص بيعملوا معاك في نفس مجال العمل أو بتتسلط عليهم إذا كنت مسؤول أو بتحاول أنك أنت تفرز سلطتك حتى على المسؤولين عندك هاي الأشياء ممكن تحدث لك بعض المشاكل أو تشوه سمعتك بالفترة القادمة بدك تدير بالك أما بالنسبة للمريخ المريخ بيدعمك بشكل قوية على المستوى الشخصي فعشان هيك بتلاقي عندك جراءة وعندك رغبة بالمغامرة أو عندك ثقة عالية بالنفس إلا أنه ببعض الأوقات يعني بكون في نوع من أنواع التهور بدك تحاول تمسك عصابك وما تبالغ في هاي الأمور أما بالنسبة لنبتون فالفترة القادمة تقريبا رح يكون ممتزج يعني بيخلط ما بين الإيجابية والأمور السلبية فعشان هيك بس الأمور اللي بدك تنتبه منها اللي هي الوساوس أو الأفكار السودة أو الأحلام والهي أضغاث الأحلام والكوابيس والأشياء هاي أما بالنسبة لأورانوس أورانوس في البيت الثاني بيدعمك على المستوى المالي ممكن تنجح ببعض المكاسب المالية أو تعزز بعض الأشياء المالية اللي تكون لصالحك خلال الفترة هاي وممكن تجيك مكاسب بشكل مفاجئ أما بالنسبة لتوقعاتنا خلال هذا الأسبوع طبعا من الخميس وحتى صباح يوم السبت القمر موجود في الحوت طبعا الفترة مش مناسب لإلكم بتشعروا فيها بالتعب يعني رح ينال منكم وممكن تفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم أهم شيء أن تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري اخلدوا للراحة واضف هدوء الأجواء لعادة الحسابات وللتخلص من الأمور اللي يعني بتشوف منها أشياء ممكن إنها تفيدك بتتراجع نسبة الحضوض وممكن تواجه شخص بشكل استفزازي أهم شيء ما تبدأ بالفترة هاي بشيء جديد هاي فترة مخيبة للآمال وفيها نوع من أنواع الخسارة برضو بدك تنتبه لأمورك الصحية أما من صباح يوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين القمر بصير موجود عندك فعشان هيك ثقاتكم بأنفسكم بتصير كبيرة وبعمكم النشاط بتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا في الدفع بمصالحكم فترة إيجابية حاول إنك أنت تستغلها بشكل إيجابي ممكن شوي يعني تتسلط الأضواء على الدعم الخارجي أو ربما الاهتمام بمواضيع مالية وقروض وضيون يعني هاي ممكن برضو تحملك نوع من أنواع صفقة أو قرار جيد أما من مساء يوم الاثنين وحتى صباح يوم الخميس القمر بصير موجود في الثور بتحمل هاي الفترة معها فرص مالية ممكن تكون مفاجئة بتدخل تحسين على ميزانيتك بتنشط بالاتصالات والزيارات وبتهتم للترويج لخطة أو للقيام بزيارة تشجع وعالج مساء الإدارية وتمولية بتتطلب توقيع ومتابعة لدى المراجع المعنية من صباح يوم الخميس حكينا القمر بصير موجود في الجوزاء ورح يستمر للأيام اللي بعديها فبتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات ممكن تفاوض بثقة وجراءة حاول الدفاع عن مواقفك وقضيتك لكن بدك تتجنب الكلام اللاذع ممكن ترتاح أو ما ترتاح بسبب كثافة العمل يعني يكون عندك أعمال كثيرة باكر لعملك وما تعرض نفسك للإرهاق بتتميز بالفاعلية بالفترة هاي والدينماكية وممكن تسمع جواب بعجبك أهم إشي إنك ما تبالغ بمصروفاتك بالفترة هاي هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء